نيجي نتكلم عن علاج النقرس خلونا نقول بشكل مستمر ان النقرس ده عبارة عن ايه بعد كده نتكلم عن العلاج عشان يباكون عندنا رؤية واضحة لهذا العلاج ونفحم الكصة بتاعته بشكل بسيط بعيد عن اي تعقيدات اللي ممكن تلاقيها في اي فيديو تاني والناس اللي بتشاهد الفيديو بتاعتنا عارفة كويس او ان احنا بندى الزبت زي ما بيقولوا بندى الحاجات اللي بالفعل تقدر تستفيد منها بشكل سريع اول حاجة اما نيجي نتكلم عن سبب النقرس اما نيجي نتكلم عن النقرس نتكلم عن اليوريك اسد اما نتكلم عن انه اليوريك اسد نقدر نقود ان في زيادة في اليوريك اسد في الدم وإيه اللي تخراج اليوريك اسد مع البول بيؤدي الى ترسيب اليوريك اسد في المفاصل والكلة وبالتالي حدوث حصوات والتهاب وقلم وده المحصلة لو انا نلخصه بشكل سريع نقول لين زيادة تكون اليوريك اسد في الدم وقلت اخراج اليوريك اسد مع البول بيؤدي الى ترسيب وبالتالي بيؤدي الى التهابات وحصوات والمشاكل السوداء والالام اللي بتحصل للبيشنت اللي بيجالنا العيادة فحص بتاعنا بيبين ان اليوريك اسد بيكون اكبر من سبع ده بالنسبة للتشخيص يبعرفنا السبب طب يا دكتور العلاج بتاعنا ايه لو جينا تكلمنا عن العلاج هنتكلم عن 3 حاجات اساسية احنا قلنا في البداية زيادة تكون اليوريك اسد في الدم فلازم ندي حاجة تقلل من زيادة افراز اليوريك اسد في الدم اخراج اليوريك اسد بيؤدي الى ترسيب اليوريك اسد في المفاصل والكلة يبعنا لازم ندي حاجة تمنع ترسيب اليوريك اسد في المفاصل والكلة قلنا كنتيجة لترسيب اليوريك أسد في المفاصل والكلة وزيادة تكون اليوريك أسد في الدم بيؤذي إلى التهابات وحصوات ويبقى لازم ندي حاجة مضادة للالتهابات ومضادة للألام أو بين ريليفن يلا يا جماعة بقى دلوقتي بشكل مباشر نخش على رشدة علاج النقرص ما نيجي نتكلم عن رشدة علاج النقرص هنتكلم ان احنا قلنا فيه ثلاث مشاكل عندنا فيه ثلاث أشياء موجودين عندنا مساببا لنا النقرص فلازم نشتغل عليه أول حاجة عايزين نعمل على تقليل تكوين اليوريك أسد وده هناخده من خلال زيلوريك تابلت وده أرس مرتين يوميا يبقى من خلال الأرس اللي هناخده مرتين يوميا هنعمل على تقليل تكوين اليوريك أسد ودي أول حاجة بتتكتب معانا في الرشدة تاني حاجة كتبناها في الرشدة بتاعتنا كتبنا فوار اسمه اليوريك سروبي الفوار ده بناخده ثلاث مرات يوميا ده بيشتغل على منع ترسيب اليوريك أسد ومنع تكوين الحصوات يبقى احنا اول حاجة كتبنا حاجة علشان تقلل من تكوين اليوريك أسد اللي هو زيلوريك تابلت وتاني حاجة كتبنا فوار بيتاخد ثلاث مرات يوميا علشان نعمل على منع ترسيب اليوريك أسد ومنع تكوين الحصوات تالت حاجة بقى نخش بيها في الرشدة بتاعتنا اللي هو الكاتافلام الكاتافلام ده بيعمل لنا ايه مش احنا قلنا كنتيجة ترسيب اليوريك أسد في الكلا والمفاصل بتاعتنا بتؤدي الى وجود الآلام وتؤدي الى وجود الالتهابات فمحتاجين حاجة تبقى للألم بتاعنا يبقى محتاجين نكتب مسكن ومضاد للالتهابات اللي هو موجود في الكاتافلام تابلت خمسين ده قرص بناخد منه مرتين يوميا بعد الاكل يلا بقى كده نراجع مع بعض الرشدة بشكل سريع قلنا بناخد حاجة بتعمل لنا على تقليل تكوين اليوريك أسد زي زي اليوريك تابلت وبناخد حاجة بتعمل على منع ترسيب اليوريك أسد زي اليورو سولفين وبناخد حاجة تبقى مسكن ومضاد للالتهابات زي الكاتافلام وبكده الرشدة بتاعتنا تكون خلصت يبقى احنا كده النهاردة تكلمنا على الاسباب والتشخيص والعلاج والرشدة الطبية اللي بتتكتب في الايادة شكرا لكم كان معاكم الدكتور أحمد عطية دهشان رئيس الجمعية الطبية اشتركوا في القناة